أهدنا الكرام تتصاعد وطيرة الاشتباك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله جنوبي لبنان رغم الاختراقات التي ينفذها حزب الله إلا أن خسائره تجاوزت تلك التي تكبدها خلال حرب عام 2006 من حيث العدد ومن حيث الرتب العسكرية والمواقع القيادية التي تستهدفها إسرائيل وليس مسؤول وحدة نصر العسكرية عبدالله طالب أو طالب عبدالله الذي اختلته إسرائيل الثلاثاء الماضي هو القيادي الأبرز يقتل منذ السابع من أكتوبر لكنه الأعلى رتبة إذ تمكنت إسرائيل من تصفية نحو 12 قائدا عسكريا من الصفوف الأمامية في حزب الله بحسب مصادر الحدث إلى جانب تصفية أكثر من نصف مسؤولي فرقة الردوان ولا شك أن طالب نفسه أو أبو طالب الملقب شكل ضربة موجعة لحزب الله نظرا لموقعه على رأس وحدة نصر العسكرية شأنه شأن مسؤول وحدة عزيز الملقب بالسيد مكي الذي أيضا تم تصفيته بضربة إسرائيلية في مايو جنوب مدينة صور جغرافيا ينتشر حزب الله على أربع وحدات عسكرية موزعة على أربع مناطق لبنانية وحدة نصر التي قطفت إسرائيل رأسها هذا الأسبوع تنتشر جنوب نهر الليطاني أي في المنطقة التي يشن منها حزب الله عملياته ضد إسرائيل في هذه المناوشات شمال نهر الليطاني تنتشر أيضا وحدة عزيز التي أيضا بقيت بلا رأس بعد اغتيال قائدها خلال المناوشات الجارية في البقاع الغربي وفي أقليم الخروب أيضا مشاهدين تنتشر فرقة ثالثة وهي وحدة بدر كما تنتشر أيضا وحدة حيدر في سائر مناطق البقاع اللبناني إذن تنضوي تحت كل هذه الوحدات تشكيلات عسكرية وقتالية ولوجستية مختلفة أبرزها كتيبة الرضوان التي تعد القوات الخاصة لحزب الله كذلك التعبئة واللوجستية وغيرها من الفرق العسكرية لكن المشكلة الحقيقية داخل حزب الله اليوم لا تتمثل بعدد القادة الذين قتلوا حتى الآن إنما تكمن في صعوبة إيجاد بدائل لكل هؤلاء ولعدد كبير آخر من جنودهم يكملون مهامهم لا سيما أولئك الذين كانوا يعتبرون العقول المدبرة للحزب على صعيد تكنولوجيا والاتصالات ترجمة نانسي قنقر